مرحبا انا ادهم واليوم معي الموتو جي 5 بلس الجديد الجهاز يعتبر من الفئة المتوسطة بس بهذا الفيديو وبدايته عندي اعتراف لازم اعترف فيه اول مرة استلمت هذا الجهاز ما كنت متحمس لمرة لسبب انه قلت او جهاز رخيص ثاني بس لما طلعت من الصندوق انبهرت من الجودة هذه السنة مستخدمين الامنيوم مع انه ترى الجهاز رخيص نتكلم عن جهاز قيمة 1125 ريال فقط لكنه من الامنيوم وجودة تعتبر جدا ممتازة ويمكن لما تطالع في الديزاين بشكل عام او تطالع في الشاشة من الامام تحس انه الشاشة اطرافها كبيرة ممثل اجهزة هذه السنة لكن تذكر الجهاز رخيص اكيد اني ما بيقول اوه ليش اطرافها كبيرة يعني انا شوف انه ممتازة على جهاز بهذا السعر ولعلي كنت فعلا اتمنى انه هذا الجهاز يدعم الموتو مودز او هي اكسسوارات اللي تركبها بالجهاز الخاصة بلينوفو وقتها اتوقع رح تكون ضربة قوية ولكن هذا الجهاز ما يدعمها الشيء الروعة والرهيب بهذا الجهاز هو انه يدعم شريحتين وبنفس الوقت يدعم ذاكرة خارجية اتمنى باقي الشركات تشوف وتتعلم من هذا الجهاز ومن موتورولا وبالنسبة للسماعة فيمكن تلاحق انه ما في سماعة بالاسفل مثل ما سوت كل الشركات اليوم لانه موتورولا قرروا يستغلون سماعة الاذن عشان تصير سماعة خارجية مستوى الصوت اعتبره جيد ليس سيء لكن ليس ممتاز بالوقت نفسه اعتبره شيء رائع انه محطوا السماعة بواجهة الجهاز لانه لما تصير تتفرج فيديو يصير الصوت يطلع جهتك وانت قاعد تشوف الفيديو بالجهة الامامية عندك زر هوم وحيد هو فعليا ما ينضغط لكن يعمل باللمس وجنبه راح تلاحظوا ما في ازرار لا رجوع ولا غيره بس الغريب انه محطوها بالشاشة واللي تابعني دايما من وقت يدري اني ما احب هذا الشيء المفروض الشركة اختارت واحدة منهم يعني يحطونا في الشاشة يحطونا بالاسفل بس الحلو ان موتوريلا اتحولك تعديل هذا الشيء من خلال اعدادات في النظام تقدر تدخل وتشيل ازرار في الشاشة وتستخدمها كاملة بدون الازرار اللي تحت وزر الهوم يصير في حركة حلوة اذا حركت يمين راح يفتح لك التطبيقات المفتوحة اما اذا حركت يسار راح يرجع للخلف واذا لمسته بشكل مطول راح يقفل الشاشة ثم تلمسه بشكل مطول عشان يفتح الشاشة بصراحة من الاشياء اللي يتميز اجهزة موتوريلا وانهم ما يعدلون على واجهة اجهزتهم بشكل كبير وبالتالي هم قاعد يستخدمون اندرويد الخام تقريبا مع اضافات مرة بسيطة اذا ما تعرف ايش يعني اندرويد الخام هي نسخة اصلية من النظام او بمعنى اصحية نفسها تقريبا الواجهة اللي تجي من جوجل بدون تعديلات الكبيرة اللي تسويها الشركات الاخرى لانه هذا الشيء ممكن يأثر على اداء الواجهة ويخليها ابطى وخصوصا مع الاستخدام الطويل ومع ذلك في ميزات حلوة حاطينها موتوريلا في واجهتهم ما زالت موجودة هنا مثلا اذا رفعت الجهاز راح يطلع لك البطارية الوقت والتاريخ وشوية معلومات بشكل سريع ولطيف وكذلك اذا هزيت الجهاز راح يشتغل الفلاش تهزه مرة ثانية عشان يقفل الفلاش واذا رجيت بهذه الطريقة راح تشتغل الكاميرا يعني الحين فرصتك انك تتمشي وتهز وترجي الجهاز الظاهر لكن بثلاث نقرات على الشاشة راح تقدر انك تسوي زوم او تقريب بالشاشة باي مكان انت كنت موجود واتوقع هذه خاصية ممكن تعجب البعض يمكن الشيء الوحيد اللي ما احب بواجهة موتو انه ايقونات كبيرة واذا انت كنت تشاركني هذا الشعور بسيطة موتوريلا حطي لك خيار تقدر انك تصغره من العددات ترجع صغيرة ترجع جميلة وبالحجم اللي يعجبك طبعا ممكن تلاحظ انه انا حاب الجهاز معجبني لانه جهاز فعلا رخيص وقاعد يقدم لي اشياء مرة كثيرة حلوة لكن هذا مم معناته انه ما في سلبيات في سلبيات اولا المدخل اللي يستخدم فيه هو مايكرو يو اس بي ما هو مدخل يو اس بي سي الجديد ممكن البعض ما يفرق معهم هذا الشي فالموضوع يرجع لك انت كذلك الكاميرا اللي موجودة بالخلف فيها بروز فيها بروز خلاني اعتقد في البداية انه اداء الكاميرا راح يكون ممتاز لكن تفاجأت انه اداءها متوسط اساسا اذا شفت اداء موتوريلا باجهزتها عالية المستوى راح تلاحظ بانه كاميراتها ما هو مرة ممتازة فكيف في جهاز متوسط مثل هذا الاجهاز يقدر يعطيك صور ممتازة او خلينا نقول جيدة جدا بمعنى اصح لما تكون الاضاءة ممتازة تكون في الصباح قاعد تصور تحت الشمس لكن المشكلة انه بمجرد ما تبدأ تصور داخل المباني وتبدأ تنخفض الاضاءة راح تلاحظ انه النويز او الضوضاء او ما ادري اش تعريبها بالضبط راح يرتفع بالصورة يعني ما راح تكون الصورة صافية بالشكل المطلوب راح تلاحظ انه اداءها منخفض موتو جي فايف بلس اعجبني فيه بانه تقريبا ربما ربما يكون من افضل الاجهزة الرخيصة اللي منفقتها اللي موجودها الان متوفرة بالسوق اذا كنت من الناس اللي يهتم باداء الكاميرا ويبغى شيء مرة رهيب يمكن هذا الجهاز ما يكون مناسب لك لكن اذا كنت بغى جهاز بشريحتين ويدعم ذاكر خارجية بنفس الوقت ويدعم الشغلات الثانية الحلوة والاهم سعره رخيص وبيواجهها خام وفيه شوية هذه الحركات حلوة اللي استعرضتها نعم ممكن يكون هذا الجهاز المناسب لك لا تنسى انك تنشر الفيديو خذها اعطى اي واحد قاعد يبحث عن جهاز مناسب ورخيص او متوسط بالاضافة لذلك اذا تحب تدعمنا اضغط على زر سبسكرايب بالاسفل الا اذا كنت مشترك بالقناة لا تضغطها بغير كذا اعطينا لايك على الفيديو اذا حبيت تدعمنا انا ادهم وشوكم في الفيديو القادم مع السلامة